بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان دمائر المخاطب مع تمرين داعم إذن دمائر المخاطب هي أنت أنت أنتما أنتم أنتنا أنت تدل على واحد يعني مذكر يعني المخاطب المفرد المذكر أنت كذلك تدل على يعني مفرد مخاطب مؤنت نقول مخاطب مؤنت مخاطب مذكر مفرد ونضيف مفرد لأن المخاطب هناك المتنى والمخاطب الجمع يعني أنت أنت مخاطب مفرد ولكن أنت مخاطب مفرد مذكر مخاطب مفرد مؤنث نخاطب شخصا واحدا نخاطب نعم انت واحدة يعني مرأة بنت هنا نخاطب رجل طفل نعم انت انت مخاطب مفرد مذكر مخاطب مفرد مؤنث انتما انتما يعني مخاطب متنى اننا نخاطب شخصان نخاطب اما مثلا نخاطب طفلين او مثلا طفلتين يعني انتما تدل على المتنى المذكر وتدل على المثنى المؤنث يعني انتما هذا الضمير يصلح لانه خاطب يعني مرأتين مثلا ورجلين انتما تصلح للمذكر والمؤنث المثنى يعني انتما ضمير متنى مخاطب مذكر ومثنى مخاطب مؤنث يعني انتما تصلح للاثنين انتم انتن تدل على الجمع هذه الضمائر ضمائر الجمع يعني ابتداء من ثلاثة فاكثر هذا الضمير انتم يصلح للمذكر جمع مذكر وهذا الضمير يصلح للجمع المؤنث اذا هذا مخاطب جمع مذكر مخاطب جمع مؤنث اذا هذه هي ضمائر المخاطب وعددها خمسة مخاطب مفرد مذكر مفرد يعني واحد مخاطب مفرد مؤنث يعني واحدة انتما تصلح للاثنين متنى مخاطب مذكر متنى مخاطب مؤنث مخاطب جمع مذكر مخاطب جمع مؤنث اذا ننتقل الى التمرين التمرين اضع سطرا يعني تحت الفعل المصرف مع ضمائر المخاطب نضع سطرا تحت الفعل وهو مصرف مع ضمائر المخاطب اذا اقرأوا تابعوا معي هو يكتب انتم تكتبون نحن نكتب هم يكتبون انت او عفوا انت تكتبين هما يكتباني انا اكتب انتن تكتبن انتما تكتباني هن يكتبن انت تكتب هما تكتباني هي تكتب اذا نبدأ على بركة الله هو يكتب هو هل هذا الضمير من بين الضمائر التي تعبر عن المخاطب هو الضمائر الضمائر المخاطب هل هو من ضمنها بالطبع لا هو ضمير غائب هو يعني نتحدث عن شخص غير موجود هو يعني ضمير الغائب انتم تكتبون انتم هل الضمير انتم من ضمن ضمائر المخاطب نعم انتم وكما قلنا سابقا انتم ضمير يعني مخاطب جمع مذكر اننا نخاطب مجموعة من الضكور مجموعة من الرجال مجموعة من الاطفال نعم يعني الرجال انتم يعني جمع مذكر مخاطب اذا سوف نضع سطرا تحت هذا الضمير مع الفعل نحن نكتب نحن هل نحن ضمير مخاطب لا نحن فهي ضمير من ضمائر المتكلم هم يكتبون هم هم كذلك ضمير من ضمائر الغائب الجمع المذكر انتي تكتبين انتي تكتبين نعم هذا ضمير من ضمائر المخاطب ضمير مفرد مخاطب مؤنت يعني اننا نخاطب انثاء هما يكتباني هما يكتباني هما هل هو ضمير مخاطب انه ضمير الغائب المتنى الغائب انا اكتب انا هل هو ضمير مخاطب انه ضمير المتكلم المفرد انتنا تكتبنا انتنا تكتبنا هذا ضمير مخاطب جمع مؤنت نخاطب مجموعة من الاناث انتنا تكتباني انتما تكتباني انتما تكتباني هذا كذلك ضمير مخاطب متنى وهذا الضمير يعني مخاطب متنى يصلح لانه خاطب اثناني واثنتاني يعني صالح للمذكر ومؤنت اخاطب يعني مثلا رجولين واخاطب مرأتين هن يكتبنا هن ضمير غائب جمع مؤنت انت تكتب انت تكتب هذا ضمير مخاطب مفرد مذكر اننا نخاطب رجلا نعم هما تكتباني هما ضمير غائب متنى مؤنت نعم هي تكتب هي تكتب هي ضمير غائب مفرد مؤنت نعم اذا كما تلاحظون ضمائر المخاطب انتم انت انتنا انتما انت اذا كما شاهدنا عددهم يعني خمسة كلهم يبدأون بالالف المهموز ثم النون ثم الت هذه ثلاثة حروف اصلية يعني كلهم انا يعني انتم الالف المهموز النون الت 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 للمبتدئين لكي يتبتوا هذه الضمائر فانها كلها يعني الحرف الاول والتاني والتالت يعني متشابه في جميع هذه الضمائر. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا و الى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.